أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكين تحدث مع نظيره الفرنسي جونويل باغو ناقش الوضع في لبنان حيث أكد بلينكين على أهمية التوصل لحل دبلوماسي للصراع يسمح للمدنيين على جانبي الخط الأزرق بالعودة إلى ديارهم بأمان كما ناقش الوزيران الحاجة لإنهاء حرب غزة وإعادة الرهائن ورفع المساعدات الإنسانية رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيم ميقاتي أكد أن الفرصة متاحة اليوم لعودة الجميع إلى كنف الدولة وأن تكون الدولة هي صاحبة القرار الأول والأخير وعبر عن أمله في أن يجتز لبنان المرحلة الصعبة بأسرع وقت ممكن ويتوصل إلى وقف لإطلاق النار وينفذ القرارة الدولية كما قال ميقاتي أن الأساس هو القرار 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب وأن لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الشرعية